بما انك انت اتكلمت وقلت الوصفة السحرية التوضيحية لما يحدث في الزمالك هذا الموسم في بداية كلامك وجيت قلت لوقتي انه فريرة مقدرش يشتغل بشكل كويس السنة دي فريرة كان هيشتغل ازاي بشكل كويس وسط الخلل ده كله في باقي العناصر يعني فريرة لما كانش فيه خلل في كل هذه العناصر الموسم الماضي رغم ان ظروف الزمالك هيتأصعب كثيرا بيقاف كيد ورحيل لعبين واصابات لعبين نجح فريرة لما حدث خلل في باقي العناصر بطبيعة الحال في دينة ما يتحمدش المسؤولات لوحده يعني على اقل الزمالك مع فريرة خد بطولة الدابوي السنة اللي فاتت وخبالك بكواليتي لعيبة اقل وسكواد اقل من اللي موجوز بالضبط ده رقم واحد ده رقم اتنين هو كان مشارك بصفة اساسية في اختيار كل اللعيبة اللي جات كل اللعيبة اللي جات بدليل ان هو طلع واعلن كده في المؤتمر الصحفي وقالي ان ده مشروع وانا سابورتي ليه وداعم ليه مع المشرف العام على الكورة امير مرتضى منصورة وإلى اخفه وعطرف صراحة ونظمنيا ان هو مختار الصحفي صحيح هو شخصيا صحيح انا اعلم جيدا انه في فترة طويلة جدا ما اشتغلش بشكل يعني اللي المفروض ان هو يشتغل فيه خاصة بعد ماتش الوثير ما نجحش ان هو يوصل برضو انا فرصة وانت معايا نسأل اسئلة الوجودية اللي الناس بتسألها اه ايه اللي يخلي فريرة الراجل اللي رجي عمصر قصلا عشان حبا في نادي الزمالك هو جماهير نادي الزمالك ايه اللي يخلي فريرة خليني يحط بينكو سين مسلا يهمل في عمله او لا يقدم ما هو المعتاد منه ايه اللي خليها تحول صدقني لو عندي الاجابة اقسم بلا هقولها منتعارف طبع صراحتي مودياني فين طبع اه طبعا لا انا منتعكم عشان كده بسألك ايه اللي سئلة الصعبة دي الصعبة دي انا بقولك ومعلومة اه وانا موجود كواليس لا في عيرة ما بحملش في عيرة مسئولية لانهيرها انما انا بقولك ده من ضمن العوامل اللي ساعدت على وقوع الفرقة بالمنظر ده انه لم يؤدي شغله وواجبه الفني على افضل وجه ان انا الكواليسي بتاع اللعيبة ده اوظفه بشكل كويس جدا ونجحه بشكل كويس جدا ووقفه على الاجباء بشكل ايه بشكل كويس جدا مع الازمات المادية تمام خلاص انت عايزي تاني ما انت عندك تلت عناصر مهمة في التلت اضلاع اللي انا قلت عليهم ادارة وماشى وفني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة